الثلاثيني علي نجيب شاب بحريني شغفه حبا فوح الخشب وملمسه فهو وقبل ما يزيد على عشرين عاما كون علاقة وثيقة مع الواحي الخشب الصامتة لتحولها أنامله إلى قطع فريدة وعصرية المظهر والمضمون صنع نفسه من وحي الطبيعة وأوجد لذاته اسما كبيرا في عالم احتراف النجارة من خلال تطويعه ومداعبته للخشب فرب مبتدئ أخبر بفصول أحلامه الجميلة لمن حوله مستبشرا بذلك ليستيقظ على واقع أجمل يراه حقيقة من صنع يده وإصراره على بلوغ المرام الخامات الرائعة بروائحها المعتقة تستسلم أمام إتقان الثلاثيني علي نجيب في استعماله للأجهزة والعدد الرائعة التي ألفتها ألواح الخشب الصامتة لتتحول بين يديه إلى قطع فريدة فهو ومنذ أن أصبح شابا يافعا عمد إلى الإلمام بأساسيات النجارة ليتخرج من مدرسة أبيه بالعلامة الكاملة بعدما حظي بتمام الفرص وساعات من التعليم المضني ليصبح فيما بعد صانعا مبدعا يمتلك ورشة نجارة خاصة به في منزله تجود أنامله بمخرجات عصرية مظهر وجميلة الشكل والمضمون لا يجد صاحبنا صعوبة في إبراز مبدأ إعادة التدوير من خلالها أنا أحب الخشب كمادة أعتبرها مادة حية يجب استغلالها وعدم إهمالها وتركها للمخلفات فأنا أجمع هذه المخلفات الخشبية من اللي هو الشوارع من مناطق الإنشاءات السكنية وأحاول أعيد تدويرها واستخدامها مرة ثانية لو صناعت قطع خشبية إكسسوارات قطع ديكور قابل الاستخدام إعادة التدوير مبدأ موجود متأصل في المجتمع البحريني هذا ما أؤمن فيه ولكن اللي قمت بتقديمه في الفترة هذه هي جعل اللي هو المنتج المعادة تدويره قابل الاستخدام بشكل راقي في المنزل شكل أكثر جمالا من الشكل التقليدي الاعتياضي اللي عرفوا الناس شكل حديث شكل عصري خلنا نقول منتج جمالي أخذت من أبوي إعادة التدوير واخذت من خالي اللي هو الإتقان والدقة في إنتاج العمل فالمسج ما بين الاثنين طلع علينا منتج معاة تدويره وجميل في ناس الوقت علي الذي تحول من جامع للقطع الخشبية المهملة التي لم يكن ليستفاد منها إلى حرفي ماهر يعيد لها الحياة من جديد يغريه فوح الخشب وملمسه ليبدأ وقبل ما يزيد على عشرين عاما في تكوين علاقة وثيقة معه مشبعا شغفه وملبيا لرغبته الداخلية في إيجادة صنع مجسمات وأدوات ونماذج خشبية يمكن الاستفادة منها في المنزل واستخدامها في مجالات أخرى مجدية وإحنا مسؤولين عن أننا نحافظ على البيئة وأننا نرد إليها الجميل فأنا بشغلي هذا أحاول أن أحفظ البيئة المحيطة فيني دعنا نتكلم عن البيئة الصغيرة من الملوثات من اللي هو بعض الأشياء اللي ممكن نحن نتجنب إلقاها في القمامة قد تكون هي توأمة حقيقية بين الإنسان والطبيعة اتفاق ضمني بين طرفين فالطرف الثاني التزم بتقديم ما لديه من خيرات الخشب ليتقيد الطرف الأول بحسن اعتماده وتوظيف عناصره بشكل يفيد المجتمع ولا يضر بتوازن البيئة كأوضل صديق للبشرية جمعة لتلفزان البحرين محمد رشيدات